ميليشيا الحذي تواصل نحب وتدمير كل ما له صلة بأثار اليمن وحضارته وثقافته الهدم المتعمد وإهمال أثار اليمن ونهبها من قبل هذه الميليشيا طالما وقع أثرية متعددة يرجع تاريخها إلى مئات السنين وكان آخر هذه الأعمال هدم مسجد النهرين التاريخي الذي بني في القرن الأول الهجري بمدينة صنعاء القديمة المدرجة ضمن التراث العالمي وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة لسيطرة الحوثيين اتهمت مسؤولي مكتب الأوقاف وهيئة المدين التاريخية بهدم المسجد بموجب اتفاقية بينهما قضت بإزالة وبناء مسجد جديد بدلا عنه في مخالفة واضحة لقانون الأثر قبل هذا العمل بأسبوع تعرض متحف ظفار بمحافظة إب الخضعة لسيطرة الميليشيا للاعتداء وسرقة قطعتين أثريتين الأولى ختم مصنوع من العقيق يحمل ثلاث صور قيل أنها لملوك حميريين وثانية لوحة أثرية من البرونز تحمل نصا وأسماء كتبت بخط المسند الحكومة اليمنية من جهتها دعت المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو إلى تحرك العجل لحماية المعالم الأثرية ككل لا سيما في صنعاء القديمة وكفي يد العباث الحوثية البيان الصادر عن وزارة الأوقاف أدان هدم مسجد النهرين التاريخي في مدينة صنعاء القديمة مضيفا أن هذا التصرف يستهدف هوية اليمن الإسلامية وتراثها الأصيل يبدو أن جماعة الحوثي مستمرة في تنفيذ وصية مؤسسها حين دعا في أحد تسجيلاته لهجم الحضارة اليمنية محددا أثار معين وسباء وحمير التي اعتبرها أثار شرك يجب إزالتها وطمسها اشتركوا في القناة